بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب السادس الأدبي في درس جديد من دروس الملاقتصاد يسعدني ويشرفني بوجود المشرف الأقتصاد في مادة الاقتصاد الأستاذ حربي داخل علوان أهلاً وسهلاً بكم أستاذ مرحباً أعزائي طلاب السادس الأدبي في درس جديد من دروس مادة الاقتصاد موضوعنا لهذا اليوم عزيز الطالب في الفصل الرابع هو موضوع وظائف البنك المركزي حيث يحتل هذا الموضوع مكانة مهمة في الدروس وتقدم هذا الدرس الست جنان عبد الجبار البنك المركزي البنك المركزي والسياسة النقدية أولاً ما هو البنك المركزي؟ يعد البنك المركزي الجهة المسؤولة في يعد عن النظام النقدي وعمود الجهاز المصرفي سؤال جداً مهم يعرف البنك المركزي هو مؤسسة حكومية مؤسسة حكومية تعني بإدارة السياسة النقدية وتنظيم الجهاز المصرفي يعد البنك المركزي أو هو مؤسسة حكومية تعني بإدارة السياسة النقدية وتنظيم العمل المصرفي في جهاز مصرفي من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واستقرار اقتصادي والحفاظ على مستويات الإسعار والتضخم أولو أجل أعرف التضخم أقول هو أعلى مستويات المستوى العام لأعلى مستويات الأسعار وسعر الصرف وإدارة المدفوعات الدولية ومراقبة التطورات المالية والدولية إذن البنك المركزي هو مؤسسة حكومية تعني بإدارة سياسة نقدية وتنظيم عمل جهاز مصرفي من أجل تحقيق أهداف اقتصادية لو أجل أقول شين هي الأهداف الاقتصادية أو ما هي أهداف وظائف البنك المركزي إصدار العملة بنك البنوك الوكيل المالي للحكومة وظائف البنك المركزي يؤدي البنك المركزي وظائف تقليدية آتي إصدار العملة الجهة الوحيدة التي لها حق بإصدار العملة طلابنا الأعزاء المحلية هو بنك مركزي إذن البنك المركزي طلاب هو مسؤول على توفير الغطاء النقدي لها من الذهب والعملات الأجنبية والسندات الأجنبية والمحلية ثانياً بنك البنوك يعد هو الملجأ الأخير التي تلجأ إليه المصارف عندما تواجه انخفاض بنسبة الودائع زيادة عمليات السحب الغير متوقعة ليقف بجانبها من توفير السيولة اللازمة لعملياتها الجارية أن يمارس الرقابة عليها والتحكم بإحتياطاتها النقدية ثالثاً الوكيل المالي للحكومة الوكيل المالي للحكومة يعمل البنك المركزي كوكيل مالي للحكومة وذلك كونه يحتفظ بالوداء الحكومية وينقل الأموال الحكومية داخل الدولة داخل الدولة وخارجها وتسويق السندات الحكومية ودفعها عند الاستحقاق وإدارة الدين العام هذا سؤال جداً مهم طلاب الأعزاء مثلاً أرف البنك المركزي وما هي وظائف البنك المركزي ثانياً السياسة النقدية ما هي السياسة النقدية؟ هي مجموعة إجراءات تدبيرية من يتخذها؟ يتخذها البنك المركزي السيبي ولتأثير في نسبة السيولة النقدية في التداول عرض النقد بما يناسبه في حالة النشاط الاقتصادي قد يأتي سؤال عرف السياسة النقدية أنا أعرف السياسة النقدية بشكل واضح هي مجموعة أعيد إجراءات وتدابير يتخذها البنك المركزي للتأثير في نسبة السيولة النقدية في التداول معنى بين قوصين عرض النقد بما يناسبه في حالة النشاط الاقتصادي سؤال ماذا نعبر السياسة النقدية؟ أو ماذا تعتبر السياسة النقدية؟ طلابنا العزاء تعبر عن مدى قدرة البنك المركزي على التأثير في عرض النقد أي سيولة نقدية كمية نقد معروضة في اقتصاد وطني سؤال سؤال جدا مهم هناك أدوات رئيسية تبه طلاب الأعزاء السؤال هناك أدوات رئيسية تعتمدها السياسة النقدية للتأثير في عرض النقد عرض النقد سيولة نقدية إذن أنا عندي سعر الفائدة سعر الخصم نسبة الاحتياط القانوني وعمليات السوق المفتوحة لكل نقطة من هذه النقاط يوجد تعريف لمثلا سعر الفائدة أقول أجي أعرف سعر الفائدة البنك المركزي هو الوحيد القادر على تحديد سعر الفائدة في الاقتصاد وإلزام الجهاز المصرفي والعمل به تعريف جدا وافي وكافي لسعر الفائدة ثانيا سعر الخصم هو سعر والذي يحكم العلاقة بين البنك المركزي والمصارف التجارية في مجال خصم الودائع نسبة الاحتياط القانوني نسبة الاحتياط القانوني هي نسبة يحددها البنك المركزي والتي يجب أن يحتفظ بها المصرف التجاري من ودائع على شكل سيولة نقدية ويقوم بإعدائها لإداء البنك المركزي كاحتياط قانوني طلاب رابعا عمليات السوق طبعا حضرت اشعرفتي السياسة النقدية قلنا السياسة النقدية عزيز طالب هي مجموعة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي في مجال النقود بشكل عام فعليه وظائف متعددة مثل ما تفضلت الست عدتت الأداوات وهي مثل سعر الفائدة وسعر الخصم نعم ونسبة الاحتياط القانوني وعمليات السوق المفتوحة إذن السؤال يأتي عرف السياسة النقدية وما هي أدواتها أن أيضا الموضوع الآخر هو المصرف التجاري تفضلت نعم المصرف التجاري المصرف التجاري أجل أعرفه هو مؤسسة مالية هو مؤسسة مالية تقبل بالودائع نعم إذن هي المصرف التجاري مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح القروض والسلف وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية إذن قد يأتي سؤال عرف المصرف التجاري وما هي وظائف المصرف التجاري المصرف التجاري واحد قبول الودائع خصم الأوراق التجارية الاستثمار في الأوراق المالية وإقراض الأموال لغير ومنح تسهيلات ائتمانية وخلق نقود مصرفية أي نقود ودائع إذن أنا أعرفت المصرف التجاري وما هي وظائف المصرف التجاري قد يأتي تعليل جدا مهم ووارد في الوزاري لا يمكن الاستغناء عن المصرف التجارية في عالمنا المعنصر السبب هو قبول الودائع وخصم الأوراق والاستثمار في الأوراق المالية وإقراض الأموال للغير وحيث منح التسهيلات الايتمانية وخلق نقود مصرفية أي نقود الودائع إذن من وظائف البنك المصرف التجاري واحد مصرف تجاري ومصادر أموال مصرف تجارية إذن أنا عندي تشكيل الودائع بأنواعها ودائع تجارية ودائع ثابتة ودائع توفير طلابي الأعزاء طلاب السادس الأدبي هناك مصادر لأموال مصارف تجارية إذن مصادر تمويل وبنوق ومصادر تجارية إذن البنوق التجارية منها أسواق مالية لو أجي على تعريف ما معنى أسواق مالية أو عرف الأسواق المالية الأسواق المالية هي أسواق التي تنظم تدفق الأوراق المالية بين المدخرين والمستثمرين بين من؟ بين المدخرين والمستثمرين من خلال عمليات تداول الأوراق المالية بين الطرفين وهي أسواق منظمة تنظيما دقيقا لتداول الأسهم والسندات ومثلا يأتي بالوزاري سؤال عرف المصرف التجاري وما هي وظائف المصارف التجارية من خصائص الأسواق المالية سؤال عدد خصائص الأسواق المالية تعد واحد أحد الأسواق الرئيسية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي تعد أحد مكونات القطاع المالي الحديث وتمثل وسائل لتمويل الاستثمارات من خلال أسهم وسندات المشروعات هذه المشروعات خاصة بالأسواق المالية وتنظيم الأسواق المالية حفوست جنان نعم ممكن يتميزيلي بين الخصائص وبين الوظائف شين على الخصائص الخصائص الأسواق المالية نعم تعد الخصائص الأسواق المالية واحد تعد أحد الأسواق الرئيسية التي يقوم عليها نشاط أي نشاط اقتصادي في المجتمع وتعد أحد مكونات القطاع المالي الحديد ثالثا تمثل وسائل لتمويل الاستثمارات من خلال أسهم وسندات مشروعة لكن الوظائف تعمل على أسواق مالية في توفير التكليف المقترض والمقرض وتقديم الأسواق المالية وضمان سيولة عالية للأصول المالية وهذا يتم تحديد الأسواق المالية من خلال آلية انتبه من آلية عرض الأسهم والسندات أعزائي الطلاب إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم حتى نلتقي لكم في درسين جديد وأتفضل بكلمة للمشرف الاختصاص في هذا الدرس عزيز طالب أخذنا موضوع البنك المركزي وأخذنا موضوع السياسة النقدية اللي مسؤول عليها البنك المركزي وأيضا أخذنا نوع آخر من أنواع المصارف هي المصارف التجارية وتفضلت الست في عرض الدرس حتى نلتقيكم في درس جديد لكم من أطلب من نيات فضل الست عزائي إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم حتى نلتقي في درس جديد من دروس مادة الاقتصاد أشكرك أستاذ موسيقى